بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين تعد الطباعة عند الطلب أو البرينت ان ديماند واحدة من أساليب التجارة الإلكترونية وطرق الربح في عصرنا الحالي والتي تتبناها العديد من الشركات والمواقع من هذه المواقع التي تتبنى هذه الخدمة هو موقع أمازون والذي يقدم هذه الخدمة تحت إثم ميرش باي أمازون فما هو حكم الربح من ميرش باي أمازون اعتدنا قبل أن نعرض للحكم الشرعي للربح من أي منصة أو شركة أو موقع أن نعرف به وبصورة المعاملة وذلك تطبيقا مننا للقاعدة الأصولية القاضية بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فنبدأ بتعريف ميرش باي أمازون وكيف تتم هذه المعاملة من خلاله من المعروف أنه قد تم إطلاق خدمة ميرش باي أمازون في عام 2015 وهي عبارة عن منصة تقدم ملابس ومنتجات مطبوعة حسب الطلب أو ما يعرف ب print on demand أو اختصارا بود حيث تمكن المنصة المشتركين بهذه الخدمة من المصممين أو محترف الرسومات من الربح من خلال إنشاء مجموعة من الأعمال الفنية والتصاميم لوضعها على مجموعة من المنتجات مثل التشيرتات والأكواب والهواتف المحمولة وغيرها هو في حال قام أحد العملاء بطلب أحد هذه المنتجات تقوم المنصة بطباعتها وشحنها ويحصل المصمم على نسبته من الأرباح يكون الاشتراك في المنصة مجانيا بالكامل بالنسبة للمصمم فليست هناك أي تكاليف للاشتراك في المنصة لرفع هذه التصاميم على أي منتج على الموقع وكل ما على المصمم هو رفع التصميم واختيار المنتج وتحديد اللون المناسب والسعر وتحديد هامش الربح الخاص به حسب جودة التصميم من وجهة نظره بشكل كامل فلا يتحكم في السعر غير المصمم تقوم المنصة بحساب تكلفة المنتج الخام وتترك للمصمم خانة السعر متاحة حتى يضيف هامش الربح المطلوب على السعر على سبيل المثال إذا كان سعر البيع لمنتج ما 19 دولار فائدة المصمم تكون 5 دولار والباقي وهو 14 دولار تكون للموقع لتغطي التكاليف المادة الخام والشحن ثم يقوم الموقع بعرض صورة للقميص مع المواصفات التي ذكرها المصمم لمستخدم الموقع فإذا أعجب شخص بالمنتج يقوم بدفع ثمنه للموقع ويقوم الموقع بطباعة التصميم على القميص وتحضيره وتخزينه وشحنه للمشتري مع ضمان حق الاسترجاع إذا لم يعجب المشتري ثم يتم إرسال أرباح المصمم للشهر الحالي إلى حسابه البنكي للشهر التالي للمعاملة يمكن تقسيم مجالات الطباعة حسب الطلب في ميرش باي أميزون إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما يمكن تصميته بالنتشات الدائمة وهي المنتجات التي تباع طوال العام لأنها تصميمات عن أمور عامة فهي تصلح لكل وقت ومن ثم فهي تباع بشكل مستمر ولكن بعدد مبيعات أقل القسم الثاني وهو ما يسمى بالتريندات وهي الأمور التي تحدث بشكل مفاجئ مما يسبب وحسا هائلا وكبيرا عنها وبالتالي في حال قام المصمم بالتصميم على تريند معين يحصل على أرباح كبيرة في وقت قصير لكنها لن تستمر وقتا طويلا القسم الثالث وهو ما يكون من تصاميم في المناسبات والأعياد حيث توجد بعض المناسبات التي يكسر فيها المبيعات لبعض أنواع المنتجات كما فيما يسمى بعيد الأمة أو عيد الحب أو الهلوين أو موسم العودة للمدارث فهذه المناسبات لها تصاميم خاصة يزداد البيع عليها بمجرد قرب هذه المناسبات وتنتهي المبيعات بنهايتها البيع يكون فيها عالي ولفترة زمنية أطول من التريند قد تستمر لبعض الأشهر هذه كانت صورة المعاملة في ميرشباي أماذون بعد ذلك ننتقل لبيان الحكم الشرعي على هذه المعاملة أي الحكم على الربح من ميرشباي أماذون هذه المعاملة بهذه الكيفية التي عرضنا لها هي من باب الشراكة بين المصمم وموقع أماذون حيث تشارك المصمم بالتصميم وتشارك أماذون بالخامات أو المنتجات من قمصان أو أكواب وتصويقها فهذه العملية يوجد فيها طرفان الأول المصمم والثاني المنصة التي تقوم بالأدوار التي تم طرفها سابقا والمصمم مشارك للموقع مقابل نسبة معلومة من الثمن وعلى ذلك فإنه لا حرج من الربح من بيع هذه التصميم بشرطين الأول أن تخلو هذه التصميم من محظور في نفسها كأن تكون محتوي على ما فيه الرأس من ذوات الأرواح أو النساء العاريات أو ما يكون فيه ترويج لباطل كالترويج للشذوذ والشواذ أو كتابة عبارات تدعو إلى الفحش والتفحش الثاني أن تباع هذه التصميم على من يستعملها في مباح فإن غلب على الظن أنه يستعملها في محرم لم يجوز البيع له فلا يجوز بيع هذه التصميم لصلاة القمار أو أماكن بيع الخمور ولا فيما يستخدم في المناسبات والأعياد الكفرية ونحو ذلك وذلك لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والطقوة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب فإذا صممت لغير ذلك فاشتراه من استعمله في محرم فلا إثم على المصمم ويبقى ربحه حلال هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم على خير نترككم في حفظ الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة